أبدأ معك مع ألمانيا وخاصة أنت راجل عشت في ألمانيا كتير جدا ومتابع للكرة الألمانية شايفي إزاي المنتخب الألماني في وعدم تأهوله للمربع الزهبي هل في بعض المشاكل على مستوى الإدارة الفنية هل بعض اللاعبين عندهم بعض المشاكل في المنتخب الألماني شوما كابتن هاني هو في ألمانيا باير مونيخ لما يكون سيء منتخب ألمانيا بيكون زي الأهلي في مصر سيء إذن هتلاقي كرة مصرية أو منتخب مصر لأن معظم قوام الفريق يتكون من باير مونيخ وبتكون من نادي الأهلي وهما الأساسيين الأضلاع الأساسية في المنتخب أو في الفريق فإحنا حضرتك وقلت في الإنترو أن باير مونيخ بيعاني الفترة الحالية مع ناجل سمان في طبعا مبريات كثيرة جدا أكثر من 3 أو 4 تعادل الخسارة مع من أوجس بورد بالتالي بتعجس على منتخب ألمانيا منتخب ألمانيا مع هانزي فليك بيعاني مشاكل كبيرة جدا ولكن خلينا نقول أن منتخب ألمانيا دايما في المباريات الودية ويعتبرها ودية يعني بطولة الأمور الأربية يعني كنا بنقول أنها دلوقتي أصبحت قوية ولكن بهم شوية ممكن نقول شوية استعدادات تحضيرات عندهم مشاكل كبيرة جدا تكتيكية تكتيكية خصوصا أنه بيعتمد على 4-2-3-1 بيعتمد على الأزهرة في هوفمان وفي روم في الشمال وهوفمان في اليمين المشكلة الكبيرة أنه هما في التغطية العكسية دايما بيواجهوا المشاكل دي يعني شفنا أمام إنجلترا لما تكون فايز 2-0 وبعد كده يعني كامباك من إنجلترا 2-2 و3-2 لإنجلترا هما تتعادل في آخر دقائق المباراة عشان تضمن النقطة لا منتخب ألمانيا بيعاني بشكل كبير جدا عايزة أقول لحضرتك أن فيه تصراحات كبيرة جدا الجمهور في ألمانيا بيقول لا يعني أنتوا لو هتروحوا كأس العالم بالشكل إلا ما تروحوش يعني يخليكم في ألمانيا أفضلكم يعني إحنا مش عايزين نقرر السيناريو نخرج بأمام كوريا اللي حصل في 2018 لا ألمانيا لازم تكون موجودة وموجودة بشكل كبير جدا ما راح متقدمة على ألف المربع الزهبي ألمانيا دي تالت مرة إخفاق لها في دوري الأمم الأوروبية منذ صدور البطولة يعني تلت مرات وورا بعد إخفاق خروج من دوري من دوري المجموعات ده كارسة كبيرة جدا للمتخب الألماني لأن البطولة أصبحت قوية عليها العين أصبحت من ناحية تسوقية من ناحية تحضيرية لكأس العالم أنت جاي قبل كأس العالم بأقل من شهرين أو شهر ونص لازم تستغل الفرصة أن أنت تكون فريق كويس ألمانيا دلوقتي بيطمن شوية هنزف لك وجود اللعب فلوريان فيرتس فلوريان فيرتس ده بلعب باير ليفر كوزن لعيب كبير جدا كابتن هاني عنده الفينيشين كويس جدا بيعرف في راوغ ويخش في المساحات الضيقة لو تتكلم على السكواد بتاع المنتقب الألماني أنت ما عندك مشكلة في مركز يعني ما تقدرش تقول أنا عندي مشكلة في مركز معين لكن زي ما بتتكلم ممكن تكون الشكل التغطيتي طريقة اللعبة مختلفة شوية بتسبب بعض المشاكل ولكن دايما محمد أنت متابع ده دايما ألمانيا في المباراة ما بين كوسين المباراة الودية شوية صحيح ما بتظهرش بالقوة لكن على مستوى المنافسات الرسمية بتوصل لأبعض نقطة يعني بجانب طبعا كاس العام 2018 صحيح أنا واصف جدا في هانزي فليك أنه هو بيعيد حساباته هو بيطلع في تصراحاته واعترف ببعض الأخطاء التكتيكية على مستوى الهيكل التكتيكي للفريق فعلا بيستعد استعداد كامل جدا دلوقتي بأنه يدعم الفريق يعني خاصة طبعا عارفين أن ماركو رويس إصابة خطيرة جدا ودعم من أهم المهاجمين يعني مهاجم بروسيا دورتموند كان نفسه أنه هو يشارك في البطولة وفي كاس العالم القادم من أهم اللاعبين في الفينيشينج وفي إحراز الأهداف زي ما حضرتك قلت بزبط بقى المونخ بيعاني من عدم وجود مهاجم صريح يعني إحراز فرص كتير طعم